موسيقى طبعا في البداية أعتقد أن السفيرة الأمريكية المرشحة أسمعت مجلس الشيوخ ما أرادوا أن يسمعوه أما على حقيقة الشيء الثاني طبعا السفيرة السابقة رومانسكي أتت من الكويت أيضا تراود نفس الأحاديث وأنه نفس الكلام لكن الحقيقة أن الحزب الديمقراطي وحكومة بايدن هي تنفذ الأجندة للحزب الديمقراطي من زمن بارك أوباما لحد الآن ولو التخادم الأمريكي الإيراني الموجود فأنا أعتقد أن الكلام شيء والواقع شيء آخر وطبعا نحن أيضا بالعراق نعرف شيء أنه ما يجي خير من أمريكا فلازم ما حد يعول على الأمريكان بأنه ممكن أن يغيرون أو يعملون فالشيء في البلد وأنا أعتقد أن المفروض أن الحكومات الرشيدة والشعوب يجب أن تتفق وأنه يبنون بلدهم بعيد عن كل هذه الكلمات وكل هذه التصريحات الأمريكية لأنها أعتقد أنه إذا تنفذت لن تجلب للبلاد إلى الويل والخراب والله إحنا من زمن بعيد من 7 أكتوبر كنا نقول أنه ممكن أنه الصدام يعني زحزح بطيء تدريجي عن المنطقة وطبعا الأمريكان يأخذون هذه بنظر الاعتبار أنه ممكن أنه يكون هناك تصادم موجود ما بين الجبهة اللبنانية والجبهة الإسرائيلية وعندها طبعا الفصائل المقاومة لأن تجلس ساكنة ستهب لنصرتها وعند ذلك يجب أن يكون هناك ردود أو دعم أمريكا لإسرائيل طبعا كل هذه أعتقد أن الحكومة العراقية مختلتة بنظر الاعتبار تبقى أنه الفصائل يجب أن تترك الأمر للحكومة العراقية والسياسة الخارجية بأنه تتناول هذا الموضوع وتتعامل معاه بحكمة نحن في قلب منطقة ملتهبة وتحتاج أنه يكون العراق مستقر وأنه يبتعد عن نظام المحاور أيضا أعتقد أن الأمريكان يفقهون ذلك يعرفون أنه العراق بلد محوري ويجب أن يبقى الهدوء فيه أفضل لأنه تواجد قواتهم الموجودة في المناطق القريبة من سوريا وبالعراق والقواعدة أيضا الموجودة في الخليج فأعتقد أن الأمر لا يوجد تصادم أنا أعتقد أنه لا يكون هناك تصادم مع الفصائل وبين الأمريكان سيكون هناك فقط مناوشات كلامية لكن أرجع وأقول الموضوع كله يتعلق بالحكومة وسياستها يجب أن تكون حكيمة ويجب أن يكون هناك تآلف شعبي قوي يجب أن نبتعد عن الخطابات العنصرية والطائفية حتى نواجه ما ممكن أن تعرضه في المستقبل من سياسات خاطئة أمريكية أو حتى اعتداءات ممكن إسرائيلية في المستقبل واضح أنه التخادم الأمريكي القديم يعني ما بين الأمريكي والإيراني يعني جعل إيران هي المسيطرة على المنطقة الكبيرة موجودة الآن يريدون أن يضعون الأمريكان خطوط حمراء وأيضا إيران عنده خطوط حمراء لأمريكا بالتقادم الطرفين ممكن أنه يدخلون في تنازع على السلطات في المنطقة نحن يجب أن لا نكون طرف فيها طبعا إذا المنطقة أعتقد تلتهب سنكون جزء من عندها لكن أنا أعتقد أن أهل غزة وشوفوا إسرائيل الويلات وأعتقد أنه أمريكا أخذت الدرس من المقاومة السابقة وأيضا حاليا من المقاومة الفلسطينية الموجودة فأعتقد سيكون لها ألف حساب عندما تتقدم خطوة واحدة نحو زعزعة الوضع برأيي أنا أقول أن هذا كلته كلام بعيد عن الواقع قد نشاهد تغييرات في المستقبل أو بدء تغيير سياسة نحن الشق الأوسط مع بدء الانتخابات الأمريكية ووصول الحزب الجمهوري الذي هو معني بالسياسة الخارجية ترجمة نانسي قنقر